موسيقى طيب إلا حق إلا حق إلا رعتنا عفا أنا عملتها مرتين وفشلت وما معي إيش أعمل إن شاء الله يكون في حدا بسمعك بترفع تكاليف العملية يا إيمان أنا هلأ طالب منك بكتور 2700 دينار غالي لتنفعته طيب صوتك على الهواء إيمان إن شاء الله بتعمك وما في أجمل من نعمة الأمومة بهذه الدنيا الله بتعمك إن شاء الله ووجعت قلبي والله يا إيمان شكرا لك إن شاء الله أنا حدا من أهل الخريف زعلك يعني لو يساعدوك بشيء بسيط إيمان حطت إيدها على الوجع أنا في ملاحظة كاتبها على دفتر الملاحظات تبعي أنا ما كنت حبة أني قد أحكي عنها بحلقة اليوم بس سبحان الله قدت بظروفها زي ما بحكوا إجت بظروفها فيمكن أنا بس رح أحكي يعني راس الموضوع ورح نتركه للحلقة الأسبوعية المخصصة لإثارة قضية اجتماعية يمكن رح يكون معنا الأسبوع الجاي حلقة زي حلقة ما رح نحكي فيها بموضوع اجتماعي بحث بعيدا عن السياسة والمشاكل والهموم والخدمات إلى آخره رح نحكي بهم اجتماعي وبقضية اجتماعية لكن لكونه إيمان جابت موضوع فأنا حاب أحكي فيه إيمان ست يعني عندها مشاكل معينة مش قادرة تنجب كنت عم بتابع وأنا مش حابة أني أحكي كل تفاصيل الموضوع اليوم لكن رح نحكي بس شوي منه هالتحطانوت على دفتر الملاحظات بس خليني أحكي لأنه أنا كتبت التفاصيل عندي عم بتابع أحد الفضائيات بدون ذكر أسماء الله لا يخسر هاي الفضائية إذا بتقرأ الإعلانات ويمكن أنا بيوصل صوتك بشهر تقريبا إجاني حوالي العشرين اتصال ما بين على الهواء وتحت الهواء اللي بقول لي أنا تواصلت مع القناة الفلانية والقناة الفلانية عندهم إعلان لكذا وطلح هذا الإعلان كذب وأنا سرقوني وأنا ما زبط معي وأنا دفعت عشان ليرات بطاقة وراحوا على الفاضي كنت عم بحضر على هاي الفضائية إعلانات فعجبني يا جماعة الخير والله العظيم إعلان بس قبل ما أحكي هذا الإعلان لفتني عبارة مش عارفة إيش أنا يعني من وين طلعت في رأسهم الكنترول تبع هالقناة منزل عبارة على الشريط اللي بتواصلوا عليه وأنا رح يقولوا عروب العبادي هاجمتنا وأنا طول عمر يمكن أنا ما بخاف وحأحكيها على الهواء بتواصلوا مع مثل هكذا فضائيات ما عم بحكي عن الناس اللي على البركة والبسيطة بتواصلوا معهم الشلة اللي إحنا ممكن نسميها همل المجتمع أو دشر المجتمع اللي بتلاقي طول بعرضه فحل الله يسلمه وخليه لأمه هالنضوة اللي مخلفته أمه وتعباني عليه بدي رقمه بدي أتعرف على مش عارف مين بدي أحكي مع مش عارفين إذا في واحدة حلوة سمرة سودة شجرة حنطية تتواصل معي أي ما هسم الله على قلبك يا حبيبي هذا أولاً ثانياً عجبني أو مش عجبني يعني استفزني بصراحة الجرأة اللي عند الكنترول هذا كاتب لا حدا يطلب منا وصلات وطنية إحنا ما رح نجعل حط وصلات وطنية بعد اليوم والله أنا بعتبر الأغاني الوطنية إذا بتتطلع وتغنى وهي تتغنى باسم الأردن وقائد الأردن وشعب الأردن على فضائية فيها هاي الدرجة من البذاءة والانخطاط والقرف والإشمئزعاز فلازم بنناقص عنها يعني لازم أصلاً ما تنحد نيجي للموضوع اللي حكت فيه إيمان إيمان عندها يمكن مشكلة من مشاكل العقوم لفتني يا جماعة الخير إعلان على هاي القناة عسل بقول لك هذا العسل طبعاً حطوا الكنترول I think هو مش إعلان ما حطينوا الكنترول هذا الإعلان شو بقول عسل السنكوح لخظوا الاسم أنتوا أنا والله أنا طول عمري بسمع فيه نواع العسل ومنحب العسل ومنأكل عسل طبيعي بس عمركم عمو أحمد عمرك سمعت عسل السنكوح يعني جوفوا اللي سامع الاسم مش عتبان على الباقي قال هذا العسل بش في حالات العقوم وبحل مشاكل الخلفة ويعني هذا العسل إذا انخلط مع بركة شيخ من الشيوخ اللي موجودين في هاي القناة اللي بيقدر انه يفك السحر أنا كتباهم حتى عندي العبارات قادر على جلب الحبيب وتقريب البعيد وفك السحر هلأ الصبايا اللي بتابعونا بخف عقلهم ومش فك اللي مش عارف إيش واللجم واللي متلبسه جن واللي مش عارف يعني سواليف عبي بشوالاته امشي فأنا يمكن أثرت هذا الموضوع لأنه إيمان قالت عن العقوم فاستفزني انه انتو يا عمي انتو يعني مستدفيهين بعقول الناس لهذه الدرجة مثلا شايفين انه الناس يعني يمكن الغريق بتعلق بقشة يمكن حدا مش قادر انه ينجب ويقرأ هيك إعلام والله يتواصل معاهم وينصبوا عليه ننتبه كتير منيح يا جماعة من هذا الموضوع رح يكون في حلقة مخصصة ان شاء الله تعالى بيوسل صوتك خلال الأسبوع القادم رح يكون فيها طرف للحديث عن هذا الموضوع نرجع نستقبل اتصالاتكم وناخد اتصال قالوا مساء الخير يا ألاء معانا ألاء ولا راحت طيب راحت ألاء وعمت اسمعنا من التلفزيون على ما يبدو يعني طيب تاخد اتصال تاني قالوا مساء الخير علي مساء الخير علي مرحبا ستروب مرحبتين علي غير لي مكانك كيف أخبارك يا علي يا علي يا علي طيب شكرا علي بحكي معي شكله بجنبه كومبراسو علي طيب فاصل صغيره وبعد الفاصل رح نرجع معكم بوصل صوتك خليكم معنا يا صاحب التاج حسنو روح تفتد التاج ما زلت رغم ظلام الليل وهاجة إن زين التاج همات الملوك فقط زينت بالهمة الوطاة التاج يا صاحب التاج روحي يا صاحب التاج روحي تفتدي التاج مهيومي يا هالوطن مهيوم مهيومي الغايب الظني ولو كان عندي ثمان جنوب الهوى لردن ما يكفل مهيومي يا هالوطن مهيوم مهيومي قد خيب أطاني لو كان عندي ثماني كفل لو كان عندي ثماني كفل مهيومي قد خيب أطاني كفل مهيومي 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 أعتذر منك يا أم محمد زملاء أنا يريد تعطوني الاسم قبل ما تدخلوا للاتصال بدل ما أعد أتحذر من معنا حكينا الاسم ثلاث مرات غلط أرجع إذن لموضوعنا الرئيسي بحلقة اليوم إن شاء الله أنه يسحفنا الوقت إذا مش اليوم بحلقة بكرة رح يكون إنه تواصل مع كل الجهات المعنية بجاهزية فصل الشتاء ناخد علي مساء الخير يا علي ستعروب هلا كيف أخبارك يا هلا أهلا وسهلا فيك كيف أمورك أنا تمام كيفك أنت والله الحمد لله ستعروب في أني ملاحظة أريد أن أمرلك إياها فضل في ملاحظة البلدية اللي حكيت لك عنها الكلاب الضالة نعم وين عنجرة عنجرة حالة المسيحية نعم وصلنا على الأمين العام يا علي ما حلوها ما نحلت ما نحلت وفي مشكلة ثانية طب علي أنت هذه الملاحظة الأسبوع الماضي أعطيتنيها صح؟ قبل الأسبوعين أعطيتك يا ستعروب طيب يعني خلينا نسبور يا علي يعني يمكن ما بعرف أنا ما أتوقع إنه يعني ملاحظة بتصل الأمين عام وزارة البلدية مش دفاعا عن المهندس وليد العتوم لكن هذا الشخص والله العظيم من واقع خبرتنا أي ملاحظة لأي مواطن بتبناها وبيتابعها خلينا نعطيهم كمان أسبوع مهلة وإذا ما صار إشي خبرني أنا بوعدك إنه رح نتواصل إن شاء الله معهم مرة تانية الملاحظة الثانية علي راح علي حابس مساء الخير حابس حلو السلام عليكم كيف الحال؟ أهلا وسهلا فيك الله يعافيك أهلا وسهلا بدي وجه تحييه للمطرب عبداللات نعم لأن هالأغنوية كويسة لحطيتها قبل شوية نعم نرجح له تحييه دائما صوت الأردن عمر عبداللات بس بنا أغنية تدقانة على صدورنا يا سيدي واشمخ إذا تكرر تعييها أغنية عن جد حلوة إن شاء الله إذا مفرود عنا منحط لكم إياها يا علي يا حابس شكرا على البرنامج دي مرة تابلي كويس تسلام وبارك الله فيك وإلى الأمام يا أخت عروب تسلام شكرا على حابس شاركنا دائما ناخد كمان اتصال ألو مساء الخير؟ مين؟ طيب راح الاتصال إذن بنرجع بنحكي يا جماعة فصل الشتة هو فصل يمكن فيه من الخير كتير أنا بتمنى من هذا المنبر منبر وصل صوتك اللي هو منبركم أنتو أي شخص الله فتح عليه ومعطيه من وسع يتواصل يعني مع الناس الفقيرة يبحث عن الناس الفقيرة اللي بتتأذى كتير من فصل الشتاء وتحديدا جيوب الفقر في الأغوار الناس اللي عايشة بيزينكو يعني ما بعرف أنا هدوار كيف بيقدر الزينكو أنه يتحمل كل الخير اللي بيجي على المملكة ويعني عم نحكي عن أخبار ما بدي يحكي على مستوى الأرصاد الجوية المحلية لكن عالميا يقال بأنه برد الشتة السنة وفصل الشتاء رح يكون أبرد فصل على الإطلاق والأقوى كموسم مطري على الإطلاق فالله يعين الناس هاي يا جماعة اللي بيحب أنه يعني يزكي ماله يساعد هالناس هذا الوقت يمكن هو أنسب وقت أنك تساعد في أي حال إنساني من خلال فالناس اللي عايشة بزينكو هاي يعني لو تغطت بألف إحرام لا عمر ها بتدفى ولا أصلا في عندها يعني الزينكو يمكن بيسرب مية ليوم المية الله يعين الناس هاي ناخد ألو عماد عماد تفضل مرحبا مرحبتين معاك عماد رواجي من جرش أهلا وسهلا فيك يا عماد من حملك أمانة إنه لا مستشفى جرش هي باعتبارك ولا مستشفى جرش تحطيها قدام المسؤولين تفضل أنا ما بحكي معاك بشكل خاص بحكي معاك بشكل عام لمحافظة جرش تفضل في أنا حطينا فحص هرمونات لعيلتي نعم روحنا عليهم بخمت الشهر حطينا الفحص وبعده لغاية الآن ما طلع خمسة أي شهر خمسة عشر تقولي إنه ما فيه المادة اللي بعملوا فيها هذا الفحص كنا طيب جيبوها بقولوا تاملنا نزل عطاء ونزل كده وما فيه بالوزارة ومنجيبها من بره ومش عارف إيش يا إخوان هذا هذا فحص هذا التعلق بحياة إنسان ومش ردين لحياة اللي من تنادي طيب عماد نعم خمسة عشرة عليهم أنا فحصي بـ 12 عشرة هم من غاية خمسة عشرة لا فحص يعني لو تروح الآن عليهم علا مغتشفة جراس متلاقي عندهم حوالي 200-300 فحص تستنوا تعرف شو اسم المادة هاي يا عماد فعص هو فعص هرمونات ما بتعرف شو اسم المادة فعص هرمونات هاي بتجيبوا مادي مشان يعملوا هذا الفعص هلأ بتعرف عماد لو ما كملت انت الملاحظة انا كنت رح اكمل لكيها هليش لانه يمكن مش بس في مستشفى جرش من فترة تواصلوا معي بتذكر على مستشفى الجامعة شباب مزبوط ومستشفى البشي اغلب مستشفياتنا بيكون في فعلا نقص بهذه المادة اللي هي بتعمل تحليل الهرمون تستخدم في المختبرات وهي فعلا بدها عطاء الان هذا التأخير من وزارة الصحة انا بوعدك رح نتواصل مع وزارة الصحة ولكن هي مش بس مشكلة مستشفى جرش هي اغلى مستشفياتنا بتعاني من نفس المشكلة شكرا شكرا لعماد تحياتي لإلك وسنعمتها زوجتك ناخد ألو مساء الخير ألو مساء الخير من سعروب مساء الورد كيف الحال يا هلا معك احمد زيود من مفرق يا هلا فيك اخ احمد اهلا وسهلا يشدني فيه ملاحظة للأسرال العامة بتعبت المفرق نعم فيه طريق حمامة الدقمسة حمامة الدقمسة الدقمسة حراجعنا بها يجي عشرين مرة فعيد الأسرال كلها مطبا